السلام عليكم وشركاتي نتمنى كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة كما ركو تشوفوا هنا عدنا لبنات تحضيرات بسيطة شهر رمضان الفاضل يدخلوا علينا بالصحة والهنا وما نطولش على أخواتي نبدو في الوصفة بسم الله عندي هنا ربعة عدو كويس تاعدى وريد لأخواتي طريقة باش ننزع العيضان كما ركو تشوفوا هنا يبدو بهذا العدم الأول هو اللي نبدو به يجي ساهل لازم لا يكون الموست تحكم لبنات حاد سهل عليكم العمالية وما يعذبكمش النزع على العدم المهم كما ركو تشوفوا هنا نزعنا العدم الأول ورح نمروا للعدم الثاني راح نديروا شق في هذا المفصل مننا ورح نحاول كيفاش ننزع نفصل الحم عن العدم هذيك نتمنى تكون الطريقة واضحة لبنات ما هاش حاجة صعيبة نديروا 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 تبعوني فقط لبنات ورح تنشحوا في العملية هذي وفي هذه المرحلة ركو تشوفوا نحكم من العدم في الواسط بعد ما بعدنا اللحم على العدم نحاكموه ونحاولو نسحبوه من الفوق ونزيدوه من الجهة الثانية فقط راح نه كما ركو تشوفو هيا الجهة الاسفل وتخلصنا من العدم الثاني وهكا تخلصنا من العدم كينا في الكويس تاوعنا ما هاش لبناء طريقة صعيبة بزيف فقط تبعوا الخطوات والمراحل وان شاء الله اخواتي ينشرو فيها وهنا يا كي ماركوا تشوفوا لبناء بالخضمي ولا بالمطرقة المهمة الشي اللي عندكم نحاولوا هادو كل الكوتل الحم اللي تكون نخشينا نحاولوا اننا نفتحوها باش كي نجون نعمروا الكويس تاوعنا والمطيبوهم ما يطيبنا في السع هادي تاني مرحلة ضرورية لبناء وبالنسبة هنا وبالنسبة لهادو لبناء العظام ما غاديش نرموهم بالطبع رحنا نخدمو بيهم من سوب ولا حريرة ولا شربة المهم كامل حاجة نحيناها رح نستعملوها هنا هنا يدستيتمو لبناء في ساشي ورحنا نخدم بيهم من سوب وهنا ينمرو لبناء للتتبيلة تاع الأفخاد الدجاج لبناء ما وريدكمش لديكو الأفخاد الدجاج الربعة اللي كي درت نزعتهم موري كتافيت فقط بواحد بهم ما يجينيش الفيديو طويل وما نطولش على أخواتي كي ما را كنت شوفوا هنا حين نوجدو التتبيلة درت هنا حوالي ربعة ملاعقة كبيرة حتى الخمس ملاعقة كبيرة تعزيت درت التوم بودرة درت هنا عندي كوركم كمية حوالي نصف ملاعقة صغيرة على حسب كمية الأفخاد اللي عندكم بشتبلوهم عندي هنا زنجابيل سكين جبير نقولوا لعدنا سكين جبير عندي هنا فلفل أسود فلفل أحمر نجمو ما تديروش أنا اللي بغت هاكاك اللون الأحمر عندي هنا يتوابل دجاج ملعقة صغيرة كمية لابس بيها عندي نصف ملعقة صغيرة تعموطار وملعقة عسل ولا صكر اللي ما عندها جلحس المتوفر وعندي هنا عصرات عليمون ضرورية لهاديك الرائحة وما ميساعد دجاج بشي طيبنا في ساع راح نخلطوا هادو المكونات مع بعضاهم لابنات هنا ما عندها لا تدير الملح خطش راني ملح لكويس تاوعي واللي بغت تضيف كمية قيلة تضيف نخلطوا ملحة لتتبيلة وراح نمارينو بها هادو لكويس كما راكو تشوفوا لابنات نفتحوهم ملح ونديرو لهم هادو تتبيلة وخلوهم يتشربوها راح نكمل بهذه الطريقة مع كامل هادو كل أفخاد اللي بقاولي وراح نلموهم بهذه الطريقة تبغوا تحتافظوا بهم في المجمد كي ما راهم وكل أفخاد نديروها على حيدة تبغوا نحشوهم كي ما راح نوريكم مدروك لابنات المهم عندي هنا روز كنت غليته نص طيب مع شوية ملح راح نضيفو هنا كمية مليحة ملما عدنوس نضيفو هنا فلفل أسود سكين جبير كمية لابس بها ملقرفة مرحية كمية التوم على حسب الروز اللي راعدنا إذا انتم ما استعملتوا كمية كبيرة نجم الضعف كمية التوم عندي هنا رشعة عزعافران للون عندي ملعقة كبيرة تعزبدة ولي ما عندها جزبدة نجم تعوضها بالزيت حوالي ثلاث ملعقة كبيرة عندي عندي هنا كمية لبنيات من القصبر إذا كان عندكم مخضر يكون أفضل لبنيات أنا كان عندي هنا فلم جمد استعملت فقط اللي موجود عندي وضفت هنا كمية من زبيب الأسود النجم نستغن عليها واللي عندها الأصفر تدير الأصفر كيمة نجمي كامل تستغني على الزبيب أنا فقط نحب هذا الدوق السيكري صالي في هذا التعمير أنا حبيت نضيف وانتم أخواتي لكم الإغتياء كل واحد والدوق التاعة نحلم كامل هذه المكوينة مع بعضهم نتمنى أنكم تجربوا في هذا رمضان إن شاء الله ويعجبكم هذا الحشو كي دوق لبنيات هنا الحشو التاعة يلقيت شوية خاصة ملح ما تنضيف شوية من الكيري تعال الدجاج يعطينا ثاني بنا وراح نمرو الآن للحشو التاني عندي كمية من الحمل المرحي ضفت لها هنا رشة عمل كمية من المعد نوس كنت قطعتها وعندي فستوم كبير الحيت ملعقة صغيرة ثاني من الزبدة عندي فلفل أسود التوابل عندي فلفل أسود وسكين جبير نضيف المرحية وملعقة كبيرة ثانية على شغاب لير وراح نجمع هذو التوابل مع بعضهم ندخلهم مليح في اللحم والآن راح نمرو لطريقة اللي راح نحشي بها الأفخاد التوعي كما راكم تشوفوا عندي هنا بول راح ندير فيه الخيوط التوعي دوبليتهم وراح ندير شكل زائد كما راكم تشوفوا ومن بعد ندير على شكل فيه هاش حاجة ليسعبة لابنات فقط تابعوا الفيديو وراح تنشعوا في هاد العمالية ان شاء الله وهنا بعد ما ساويت الخيوط التوعي راح نحط الحم التاعي ونحاول نطلع مع الجوانب باش كي ندير الحشو ما يتفرغ ليش من الجوانب نجيبو هنا الحشو ونحجيبه الأفخاد التوعي نحط هنا كمية من الحشو اللي حضرناه ونحاول نغلق هادوك الخيوط عليه ونلم الحم الجوانب ونغلق هادوك الخيوط وفي الأخير راح نتحصل على هاد الشكل كي ما راكوا تشوفوا راح نكمل الفخد التاني بنفس الطريقة نمر هنا للروري التاعنا اللي غادي نخدم به كي ما راكوا تشوفوا البنات طريقة رها واضحة في الفيديو راح تحكموا في الخيوط تبغو تزيدوا على هادو الخيوط ولا تبغو تكتفوا فقط بهاد المستطع اللي راني دايرتهم هنا أنا دايرت هنا على ربعة في الطول وزوج للعرض وزوج للطول وربعة للعرض منتوما لها بغيتوا تزيدوا وزيدوا الخيوط باش تحصلوا على الشكل اللي تبغوه كي ما راكوا تشوفوا هنا حطيت الفخد التاعي تجيج وراني نحل فيه مليح على هادوك الخيوط ونجيب هنا الكفتة التاعي اللي كنت بلت هنا وياكم ورح نوزح على كامل هادك الفخد التاعي راح نضيف هنا عندي جبن المثلتات راح نضيف هنا زوج قيطع ولي عندها جبن آخر تنجم تحشي به فروماج روج وللشيدر يكون افضل انا هنا متوفر عندي هذا الجبن حشيت به البناث وما تتقيد وش بنصف الحشو تنجم وتحشو باي حاجة انا هنا من رايح ندس المجمد استعملت الجبن وهنا راح نمر لي تاعي وانتبت اهم لي حب هادوك بواسط هادوك الخيوط وفي الاخير راح نتحصل على الشكل النهائي تعلير وليت وعنا وصلنا لبناث لنهاية الفيديو نتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم وإلى اللقاء في فيديو اللهم يا مالك الملك يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوا